طيب احنا قلنا دكتور جزئين الجزء الاول هو البيت والتربية الجزء التاني هو القانون والحقيقة يمكن اعتقد انه الامهات لما هتاخد بالها شوية والقانون هو مفاعل عندنا من زمان وناس كتير بترفع اللي هو قضايا سبه وقصفه الحاجات دي يعني الموضوع مش جديد علينا ودارج هل فيه قليات تانية نقدر نحجم بها الظاهرة دي الظاهرة دي يعني لو قسنا ظاهرة مماثلة زي ظاهرة التحرش مثلا فيه قانون وفيه تربية وفيه كمان الاصول والشارع والعدات والتقاليد وبرضه لسه بنحارب ففيه آليات تانية تساعدنا اكتر؟ هو اكتر آليات بتنفع سمع عموما على طل الزمان وما كان هو انك تفض قوانين اللي حلتزم للقانون هو في السيف سايد اللي ملتزمش بالقانون حيتعرض العقوبة بفتوة اللي جات فيها الناس بتتكلم في السيف هتكيف يتفضح في السيف كله قاسة البقت صح؟ ليه؟ ان كيفية بتتكلم وهي مش فهم حاجة وبتعلق وبتقوله خلاص وبتهص الهصة والدنيا بتولع بسر وبيوت بتتخرب ولا حاجات بتحصل مهازم نفس القصة بتفضح عقوبات الناس بتزمك الام اللي تعرف ان قبل ما ابنها كان بيزن بيت اياك لابن يتفضح في بقت ولا تتكلم في السياسة ولا حتى لقيت حتى تتكلم في السياسة تتبوه مش مش كان بيقوله كده؟ نفس القصة لو النهاردة لو حصل اي سبر قصة او اي كلمة مخارجة تتقال كتعليق او تقدموه من الناس تنمر على اي فنان او على اي حد حتى بشخص عادي هيبقى عليها عقوبة مثلا عشر تلاف جنيه هيحصل ايه؟ محدش هيتنمر ومحدش هيحط عليات سخيفة اوه لو ما يكتب كومانت هيبقى داله قيز اوي في اي دوقت ما رأي تجريح ولا لا صح لان هو حيتعور لكن هو دلوقت ما باش بابدأ ايه؟ انا عور وما باتعور فبالتالي باش يبقى ايه؟ ايه؟ سيئ فخال اللا ايه قاعد فاضي بقى فبالتالة لكن لما لا يفهم هو هيتعور سواء بقى بحاج بحاج او سواء بغامة مالية او بايما يكون حيتعاقب حييني الممكن يعني نقدر نقول انه اللجوء للقانون والعقوبة المادية بتبقى يعني احسن حل لايه القضاء على ظاهرة التنمر النيفتوني على سوشاليك؟ انا انبساطي جدا ومن خلال البرنامج بتاعكو انا بأكد على شريف مونير انه يكمل في الدعوة القضائية بتاعته للآخر النية دي هي هتبقى للساتين بوينت بتاعت اي حد يجرؤ انه يفتح بوقه على اي حد واحنا طبعا بنحيي برضو على الخطوة دي وبنشكده عليها يعني نتمنى ان شاء الله ان الظاهرة دي تختفي يعني من المجتمع بتاعك ان شاء الله دكتور هايد القاصد بنشكرك شكرا جزيلا نورتينا بمعلوماتك وبحضورك معانا ان شاء الله تيبقى موجودة معانا كمان في اين بوكس ان شاء الله يعني هي شجعت شريف مونير على القرار اللي اتخذوا او الخطوة اللي اتخذها زي فنانين كتير درة كمان عملت كده شجعته ليلى علوي كريم محمود عبدالعزيز ونسرين امين وهنا الزاهد وداليا البحيري وكند علوش وكارمن سليمان وغيرهم كتير كمان من الفنانين سواء ابناء الوسط الفني او حتى من خارج الوسط الفني كانوا مشجعين جدا حركة الفنان شريف مونير وكمان هم مشكلهم يعني هيدخلوا كمان زي ما كانت الدكتور اه لو حصلت لهم اي مشكلة من النوع ده هيتعملوا كده